في بني السوق بشان فضوح يشعره الكهبات والميزة يشي قلوني كاسكريزر و تقولي شوهي ؟ بري روحي !! بري روحي ... بري روحي ناظر بره لمبارك السلام عليكم الناس الكل معكم اليوم احمد كاب وكيل عادا في فيديو جديد المرة الأخرى سهلوني عباد اسكو نشري gaming headset والهاتفون وقعت لها حايا لحقيقة شنو باش نجاومهم وكيفاه دون قررت لعمل الفيديو هذي باش نفضل حكاية ما بين الهاتفونز والgaming headset نبدأ وتو نعرفه بالهاتفون الهاتفون هو عبارة على هاتفون يعني الهاتفون في حد ديت ولكن تقع معه ميكرو ينجم يكون detouchable وينجم يكون touchable يعني أنت والكاسك اللي باش تشريه الهاتفون يكونوا جنرال مستعملين من قبل الهاتفون يعني بلوشي كونتاكتي وصحابهم في البلايستيشن نتوارك لكس بوكس لايف والتيم سبيك الحكاية تاكية الكل وإلا من قبل البرودكاسترز كما في البيان سبورتس ولا في الوطنية العزيزة كي يبدأوا في الستاد ما يحبوا الصوت الجمهور يكونوا معاهم بشي يعملوا كوميونيكاسيون عبارة في استوديو دون كل بسوديكاسك متع برودكاستينج يكونوا معناها كبار يعملوا إزولاسيون للصوت والميكرو اللي فيهم يكون به يكون بصفة عامة يعني يلقد كانوا الصوت متاع المستعمل متاعه اللي قدامه بالنسبة للهاتفون هم مش عالين بش نسمع بهم أكهو نسمع بهم لغنال ويبراوزين الفيديوز الحكاية تاكية الكل الهاتفون يقسموا ثلاثة مجموعات هما الـ Open Back Design والـ Semi Open Back Design والـ Closed Back Design نبدأ بالـ Closed Back Design واللي هو يعتبر الهاتفون أما الكاج متاعه يعني البراني يكون مسكر دونك انتي كي بش تسمع لا اللي بحذيك بش تسمع ولا هو اللي بحذيك بش يسمع دونك يعملك إزولاسيون على الانتوراج اللي بحذيك وما تقلق حد وانتي ما تقلقش ما بالنسبة للـ Semi Open Back والـ Open Back اللي هما Press كيف كيف الكاج متاحهم يكون محلول في السمي Open يكون محلول شوية مش برشة حاطرة يحبوا يحطوا شوية من الإزولاسيون لكن في الـ Open Back يكون كله محلول يحطوا معناها صغيرة دونك بالنسبة للـ Open Back يكون الصوت يكون بلو نوتيريل تحسوا جاي من البرع ومعناها الصوت اللي تسمع فيه انتي تسمع اللي بحذيك وهو زادة يسمع اللي تسمع فيه دونك عبارة على بوفلويت صغار عندك في الميكرو دونك انتي باش تتقلق إذا كان بحذيك شكون ولي بحذيك زادة باش يتقلق حاطرة وممكن ميحبش النوع متاع الغناء اللي تسمع فيه الفرق ما بين الـ Open Back Design و Close Back Design هو في الساوند ستيج الساوند ستيج نعنيه بالعربي المجال متاع الغناء اللي تسمع فيه يعني قداش المجال متاع الصوت اللي يجاي مثلا في الـ Open Back Design يكون الساوند ستيج كبير يعني الصوت تحسوا جاي من البرع مش معناها محبوس هوني في ودايك كيما في الـ Close Back الصوت تحسوا بلو نوتيريل ويجاي معناها نتيريل ويأتيك من كل الشيرات من اللوطة من الفوق تشعر الصوت ليس محبوس هنا تشعر صوت جيد من كل الشيرة ويكون ناتور عبارة تسمع من غير كاس وفي الـ Closed Back يكون الصوت محبوس هنا ومعناها قد يكون الصوت في الـ Closed Back هكذا أنت والماركة وانت قد يجب أن تدفع فلوس في الكاسك حتى القادم يجب أن تدفع فلوس لأن الكاسك خير وصوته يقرب أكثر للـ Open Back Design كل مرة يزيدوا ويعملوا تكنولوجيا جديدة يجب أن يزيدوا في الكاسك ويكون الصوت محبوس أكثر وواسع أكثر والشواء ما بينهم يكون عندك خاطر مثلاً كانك وحدك في الدار ما يقلقك حد تسمع الغناء وفي بيتك وحدك لا يدخل عليك شكون لا يعني ما يقلقك حد تأخذ Open Back Design حتى تأخذ الأفانتاج أنت الصوت الكبير وبهذا الصوت يشعرونك في دي جيو قوي ومعروفين كما Call of Duty وBattlefield وCS GO وكما تعرفون يستحقوا الصوت الفوتستيبس لكي تحدد البوزيسيون مع الأنميز وهكاك بالسوندستيج الكبير والهيز العاليين نجم تسمع الصوت مع الأنميز اللي ضدك ما كانك كيفي أنا وكما برش عباد عندك إخواتك يقلقوك ومثلا الحومة التي تكون فيها برشة صوت ومعناها دائما يفزدوا عليك الجو لذلك تأخذ Closed Back Design لكي تأخذ إخواتك على الأنميز اللي بحذاك الكل وهكاك معناها أنت ما يقلقك حد وانت زادة ما تقلق حد وتكونوا معناها نجس كل السعيدين فرحانين توجه الوقت باش نبدأوا نقارنوا مبينات الجيمينج هاتسات والهاتفونز باش نبدأوا بالجيمينج هاتسات وباش نأخذوا المثال متع اللوجي تيك جي 35 اللي هو كاسك متع لوجي تيك كاسك جيمينج كما يقولوا هما سوموا 90 دولار وباش نأخذوا المثال متع اللوجي تيك جي 9000 اللي هو يعتبر الخول كبير متع جي 35 خاطر فيه حاطر هي الفيرسيان صنفيل دونك معناها السوم باش يكون اغلب تقريبا 40 ولا 50 دولار باش نأخذوا المثال متع المانيفاكتشرز كما كورسير كما في ريزر كما لوجي تيك اللي يصنعوا في الجيمينج بريفيرولز ومعناها كل واحدة معناها معروفة بحاجة كل واحدة بها واحدة في السوريات واحدة في الليكاس وكل واحدة فيهش بها لكن بصفة عامة للشركات هذية تصنع في قطايا ليس نحكي عن الكيبورد والموز والكل ليس نحكي عن هاتسيت خاطر القطايا اللي يستعملون فيهم يكونوا بصفة عامة مضرحين الكاليتين خائبة وفي ساعة يفزدوا لذلك ما همش بش يدوموا مع الجيمير وفي ساعة يفزدوا حاطر همه حاشتهم بيك بش تكسر وتعاود ومعناها تتقطع الخيوط وكل الليين توفى القارنطي وترسيلك معناها تعاود التشري نرجع للجي ثورتي فايف واللي يعطيهكم معاه كارت سون ايو اس بي مضرحة والكارت سون هيكية بصفة عامة يكون سومة ما بين خمسة وعشرة دولارات وتكون مصنوعة في الصين ولا في تايوان ولا حكاية أخرى وتكون معناها الكاليتين متاع الفابريكاسيون خائبة ياسر لدرجة انك بعد ساعات تركب الكاسك ومن بعد تسمع في حد شيء لك تخدم في غناء لك تخدم في جاء في حد شيء وتسمع في برازيت جاي من الكاسك وانتي مكش فاهم السورس متاعه السورس متاعه هي الكاليتين الخائبة متاع الهاتسات حاطر برشا عباد يجيين يقولوا لي مع برازيت برازيت وانا نقول لهم راه حاطر من الكارت سون ايو اس بي هيكية في حد ذاتها خائبة هكاية عليها معناها الاقتائع اللي في وسطها يعملوا هكا البرازيت تنجم على الأول ما تحسش بي برازيت هكاية لكن مرور الوقت قد ما يزيد الكورن ويتعدى فيك الكارت سون وقد ما يزيد الطيخ متاع الكارت سون بش يزيد يفسد ثاني حاجة هي الـ 7.1 واللي هو سون بوينت وان يعبد ربي راهو جسد بش معناها سوند افكت هو السينية المتاع صوت يصير له يصير له معناها يولي 7.1 سون بوينت وان مش معناها سبعة بافلوات موزودين في في الهيدفونز بتاعك جس معناها سوند افكت 2.1 يولي 7.1 هذي تكنولوجيا متاع دولبي ديجيتال مستعملة في السينيما وفي الفليم حتى في الجيمز لكن 7.1 معناها لازم يكون عندك سبعة بافلوات معناها واحد فم 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 وفم 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 وهوني وسبووفر كواحد مثلا تبدأ تفرش في فيلم واحد جاي من فم انتي تسمعه معناها تحس به جاي من فم تسمعه تسمعه تسمعها من تالي هوني تكون في وسط الفيلم هكا عليش العبادة تخير تمشي للسينيما باش تتفرج على فليم ممتاحها زادة فم شركات حاولت تعمل 7.1 معناها في الكاسك عاملت 7 درايفرز هوني الداخل يكونوا هكا بالحجم هذي اه ولا حتى اصغر يزيدوا يصغروا كل مرة يقعدوا يصغروا عاملوا 7 درايفرز في كل في كل كان معناها 7 درايفرز هوني و7 درايفرز هوني تتالي ولي 14 ولكن التجربة ممشيتش خاطر معناها 7.1 هذي لازم يكون البوفلويت بعاد على وضنك باش تتنجب معناها تحدد السورس متاع الصوت البوزيسيون منين جاي الصوت لكن كي يبدأوا قراب من وضنك باش تحس كواحد اللوطة ويقعون جملة في البوزيسيون الأوديو في البوزيسيون الأوديو في البوزيسيون الأوديو ومنهم ترايتون ترايتون تصور تعرفوها عندها ديكاسك AX620 وكل معروفين ياسر حاطر يعطيهم معك البوكس بالأوبتيكول إيمبوت لذلك الصوت يكون طيارة في ترايتون انا مجربتهم لذلك منجمش نحكم عليهم لكن قريت على حكاية 7.1 اللي عملته ترايتون ومنجحش جملة برش عبادة شراوه لتعاونهم لكن ضرتهم يعني البقبق متاحهم 7.1 والجايمينج والحكاية هكية لكل بقبق حاشتهم بك باش تعاود تشري الكاسك ومعناها وتكسر وتعاود وديما تشري وهما ديما عندهم البروفيت باش ناخذوا مثال متاع الهدفون اللي هو سوبرلاكس 681 الكاسك هذي سوموا فان دولار انا عم فان دولار اه في البلد كواليتي خير من برشة كاسكويد جايمينج تحت الثمانين دولار نقوله على الثمانين دولار اه الساوند كواليتي متاعو خير الساوند ستايدش خير في برشة حوية شخير ومعناها ينصحوا به برشة بعد اذا كان معناها ما معناها عندك الفلوس اشريه ومغير ما تخمم اذا كان عندك شكون يجيب اشريه حطر بالحق معناها تكتشف فعالم اخر من ناحية الصوت في الانجام منتاعك كانك تلعب سي اس جو ف Plan لكي نقدم العملية حسابية نأخذه مثلا الـ SPS 681 نجده نجده مكرو 5 دولار وا 98 اصب 300kas 5 دولار ما بين 5..10 دولار من نأخذهم لتقوم بعمل ما بين نزيده مهاركيتينج ننزيده البوكس اللي مكتوب عليها ديمينج والبيبيسيتي والحكاية تاكيه الكل يوال يسوموا مئة دولار باللوژيك نخال ديمينج مالي حدشت وزادة كانت تحب الكاس كذي تعملوا فيرسيون صنفيل تزيدوا انت الحوايج اللي لازمة للصنفيل وزيدوا خمسين دولار وحكيك وعنا عاملوا فينا ممكن ثمانية مرات بروفيت خاطر ديمة معنا احنا ما نلوجوه على السورس ناخذوا حكيك وحكيك معنا يشوخ علينا ويعملوا فينا بروفيت وحتى معناها الفيرسيون صنفيل لكي تكون الصوت اخيا ببياسر وصورتو معناها في المكرو حاطر الصنفيل فما باندويت مشيه جايد لكي يكون اقل الواقع الصوت عسر تخسر برشا وصورتو في المكرو لكي تضعف لكي تطيح الواقع وهما الجمع يشتعون بيك فقط معنى تأخذ الكاسك ومدامك لا تفهمش انتي لعمرك جربت هاتفون صحيح باش تسمع الكاليته باش تقول او مي جاد ومحله وعاوني ياسر حاطر انتي تقا كنت استعمل في كاسك امتا عاشر الاف لذا كي تأخذ كاسك جايمينج باش يعجبك على الور ومكش باش تفهم معنى حاطر الكاليته متاعه عادية ياسد برابول هاتفون حتى ارخص منه و البيد الكواليتي متاحهما تكون اخيب البيد الكواليتي تكون اخيب من برشة هاتفونز لذلك هما انتي تأخو يعجبك تكسره يوفى القارانتي تقطع الكابل الكارت صاني اس بي تتحرق وكل شيء يفسد في الكاسك اللي ما عاش فيه والقارانتي بتاعك دجا يكون وافي لذلك انتي تخسر الكاسك الكائع وانتي ما دام عاشبك وطم انتي كما باش تقول لين انا اما باش تبدل الواحد اغلى منه ويكون حتى مناها كيفو في الكاليته صاني اما باش تعاود تأخو كيفو حاطر ما دام عاشبك وهما كيكونوا ربحوا فيك برافت وتعاود معناها وتكسر وتعاود وديما يمشي هما يعملوا فيك ثلاثة الاربع مرات الربح متاحهم حاطر ما انا حكيش مثلا عالجامرز متاع تونس فما جامرز البره يعملوا في نفس الحكاية وخصروا برشة فلوس وبعد كيجربوا هاتفونز يهبل في مخوا يقول انا علي صارف هالفلوس الكل في هاتس وانا بنجم بنشري باشترا الصوم اللي يصرفتوا الكل نشري هاتفونز ياخر عليهم الكل التوى نمشيه للهاتفونز اول حاجة الهاتفونز ما يعملوش هكل ماركتينج اللي تقاه فيه الهاتفونز اللي يقول لك غايمينج و 7.1 ونحكي تقاه لكل حاطر الهاتفونز كيكدوا لك غايمينج في البوكسة كفي حد ذات وماركتينج الهاتفونز ما يستعملش الماركتينج بشيوصل للمستعمل الهاتفونز يستعملوه جماعة اللي تسميوا تابعين الهاي فاي وورد اللي مجربين تكاسك تقاه سوموا 1000 دولار وحتى اكثر هيك الكاسك يعتبر كاسك دوري فيرانس الصوت اللي موجود فيه هو الصوت الاوبتمال اللي تسمعه هو كي مجرب الكاسك كيكا كي يقع كاسكويت ارخص منه وينجم يعرف شنو الخائب في الكاسك كيكا وشنو الباية واذا كان بشي ينصحك به لازمك تاخده برايه حاطر الكلام تاعه هو موجه حكيك ملحيط حاطر دجاه هو سامع دي كاسك متاع 600 و700 و800 دولار هو كي يسمع الكاسكويت ارخص 50 دولار يقول لك بها معناه اعرف اللي كلمه صحيح موش يكذب عليكم موش اولا الشركة تنجم تكون بحث تقولوا تنجم تكون لا والشركات معناه اللي عندها كاسك 50 دولار ماش ما حاستاش باش تبيع يعني مشا مشا ما مشاش مش لازم هي مرشة فيها برشة اه معناه المرشة متاع تحت المية الدولار فيه برشة هيدفونز واي هيدفونز اه بها الكاليتام بتاعه بشوفوا ضروحه على هيدفونز الاخرين والقاعدة هيدفونز في مخك اذا كان هيدفونز بالميزيك للغناء للفيديوز للانسترومنز لحكايتك فيها الكل واتوماتيك ما بش يكون به للجايمينج حاطر اه هو مع كله ساوند سيجنال كله معناه الصوت اذا كان حاجة به في الغناء اوتوماتيك ما بش يكون به للجايمينج وكي ما قلت لكم راه ال 7.1 ما يعنيش معناه خير ال 7.1 هو فا من عند دولبي بشي طايعه بشي وصعه في الساوند ستايتش وانتنجم تخسر برشة كاليته لانك ال 2.1 وال 2.0 في الهيدفونز هو بشي يعطيك البوزيشن ال اوديو خير ولي بشي عاونك في الجيمز كما باتلفيلد وكالف ديوتي والحكاية تاكية الكل مثلا كما قلت لكم على السوبرلاكس ال 681 كاسك سومه 20 دولار وكاليته متاعه تعتبر خير من اي كاسك تحت ال 150 دولار يعني الكاسك هذي ب 20 دولار كما عملت لكم كالعملية الساعة نزيدوه الكارتسان والكل والواي فاي وولينا سوم متاع هذي ب 20 دولار تنجم تغلب بها اي كاسك متاع اقل من 150 حتى 160 دولار ماعهده دي ما فهم استثناءات حتر فهم شركات ماناكذبوش عندها جديد برودويت توكاليته كيمال كينغستان هايبر اكس كلاود 2 والكيو باد كيو ايج اي تفيف والكيو ايج ناينتي هدهما عندهم معاناها اخذهوا اقزامبل متاع هيت فونز الهيت فونز هدهما مثلا الكيو باد والكينغستان هدهما قطي لكم على يوم اخذهوا اقزامبل متاع تاكستار اه اللي هي شركة صينية عندها البروديوية تاكستر Pro 80 اللي هو موديل closed back دونك خذوا الموديل اكيه خذوا ستوك منه وبعد خذوا ستوك اكيه عملوا له ريديزين بدلوا في المنظر متاع وردوه كما نحبه احنا الگامرز نحبه على الفلام ونحبه الارجي بي والكوبر والبادز والكارتصان كل زادوه كارتصان وميكرو والحكاية اكيه الكل وردوه gaming headset وبعناها بيعوه بطريبل ولا دبل احسب انتي بالقرو قد يبشي يخطوه لكي تكلف لهم مرخص واشي بيعوه بشي يربحوه بروفيت برشا فلوس يعني اذا كان انتي عندك الفلوس وتحب على gaming headset خوذ معناها الhyper x cloud 2 والسوند بلاستر والكوباد واذا كان معناها تحب ما تحبش تصرف برشا خوذ معناها الهدفونز رخاص كما السوبرلاكس 680 السوبرلاكس 668 بالاديو تيكنيكا 8020 80x وال8030x هذا ما نكون من تحت سيكون دولار واذا كانت تحب 7.1 تنجم تاخو كارتسون اكسونار دي جي ايكس من عند ساوند بلاستر سومها في بيدي في 30-40 دولار اذا كانت تحب على 7.1 الصحيح مشروطة الكارتسون USB المضرحين يجيوا مع الكاسكوات وزادة تنجم تاخو ميكرو 20 دولار او 30 دولار يكون USB يكون الكلية متاع من اي ميكرو موجود في الهدسيت وهكذا كانت تكون اولا ربحت فلوس ثانيا اخذت حاجة اخذت حاجة بيدي كواليتي متاح اخذت حاجة مش تشدك 3-4 سنين حتى 5 سنين وناخذوا زيادة الاكزامبل متاع البيئر ديناميك دي تي 770 والدي تي 990 اللي هما دو كاسك من عند بيئر ديناميك بيئر ديناميك هي شركة المانية تصنع في هيدفونز متاع اوت كاليتي بالحق مش كاليتي ممكن كي تسمحها مكش تصدق وحتى في الجيميك بيش تكتشف عالم اخر وزايدة تنجم تاخد هذومة كاسكوهت سمه متحت 150 دولار اذا كانت تحب تصرف تزيد اكزونر دي جي ايكس تزيد ميكرو كيمو مود مايك تزيد معناها حواج بيش تحط لك الهيدفون يولي هيدفون بيش يسيرفي كجيمير وبعد الهيدفون بيش يشدك حكاية بالحق مصطاش 10 سنين انت والاستعمال متاعك حاطر البيار ديناميك مصنوعين بيش يقاوموا حتى حرب عالمية حتى من تلتخوا في الحي تعملوا ديما لبس عليه كله حديد بكله اليمينيوم معناها حاجة روبيوست وتشدك وتدوم معاك قد ما تستعمل وزايدة معناها القارنط يعطيه كله سنين يعطيه سيرفيس طيارة ومعناها مايبا حتى تستحقلهم تنجم تمشي الفورامز يحكيو عليهم يقول لك مع انت قليل ياسر باش واحد يرجع بير ديناميك وقال يتشكى منه الناس كل تشكر فيه يبدأوا يتناقشوا يبدأوا يتعاركوا على حكايات بسيطة برشة في الهيز في الهيز في الهيز ويلوجوا معناها على الكل أحسن كاسك مبيناتهم والDT-990 وDT-770 خير من A50 والA40 يستعملوا فيهم الكود بلايرز الإي سبورت بلايرز ما هما يستعملون فيها مش حاطر يحبوهم حاطر أسترو فرضت روح عليها عليهم حاطر تدفع في فلوس لكتيف فيزيون باش تعمل السبونسورينج والكل معناها السبونسورية الملاعبية جمعة الأوبتيك الفيز هذوما الكل يبعثو لهم الهاتسيت وبعد كيلعبية تشوف الكود بلايرز يلبسو فيهم اوتوماتيكما إذا كان عزم لعبي عندي لابس لذلك يجب أن نلبس كيف كيف نرى كريستيان أو ميسي لابسين بودير نقول أنا دي كرنبان نحن نحن كيف معناها هذا مثال أعطيتو لك كيف الشركات مثل غيمينج يخدموا حاطر يبعثوا البردوية للإي سبورت بلايرز للريبيوور وكل يلوجوا الماركيتينج ويحبوك أنت تشري وتكسر وتعاود وديما البروفيت وكما مثلا نأخذوا كما قلت لكم الإجزامبن بتاع الـ HyperX Cloud 2 والكيوباد اللي خذوا معناها الستوك متاع تاكستار وبدلوا عملوا ريبراندنج وعملوا ريديزاين وبدلوا كل شي وربحوا ثلاثة وعلى ربع مرات الفلوس اللي ربحوهم اللي شرعوا بهم الستوك هكاية واللي صرفوهم عليهم وهكاية كديمة ربحين نصل للكونكليزيون بتاع الفيديو هذي انه الهيدفون خير من اي gaming headset موجود معناها اي هيدفون حسب السوم معناها اذا كان بشتخوا هيدفون متاع 100 دولار 150 دولار 130 100 خير من اي gaming headset موجود حتى يقول لك 500 دولار مثلا فما الAMMX 360 بير ديناميك الAMMX 300 هو عبارة على D770 DT770 ما زايدين وميكرو يتباع واحده على 50 دولار عند بير ديناميك نقول 150 دولار زيد 50 دولار متاع الميكرو هذو مولاه 200 دولار اذا الAMMX 300 يتباع 300 دولار شوف انت بير ديناميك عند رابحة جوزت تخطرها زادة ميكرو يدور وكل زادت 100 دولار وهي امم بصرف 150 دولار يكلف لها الكاسك بكل وتبيع بالدوب المتاع السون وحكي ترى انت قد يربح السون اي هيدفون حسب البيترانج متاعه يكون خير من اي هيدفون حتى البيترانج البيترانج متاعه فمت هكي معنا الكون الكون اذا 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 انت اذا انت اما اذا ك谁 اذا قلت و اذا ان تضع و اش اعجب اذا انت الع GRE إن شاء الله معناها الفيديو سيكون معناها مفهوم وكل كان معكم أحمد كاكو من موقع تونيجين غيمرز إن شاء الله نتقبلوا المرة الجاية في فيديو جديد سوف نراكم في الفيديو الجديد شاو شكرا